السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم يا جماعة من اف هلام بكم في قناة مستر كودا ان شاء الله نهوضة هنستخدم السبريتشيت في تابع الجوجل كقاعدة ببيانات يعني هنستخدم السبريتشيت كقاعدة ببيانات لجوجل طبعا الجوجل بتقدم السبريتشيت كقاعدة ببيانات زي الاكسل او تنظيم جداول فهنا ان شاء الله نهوضة هنستخدم السبريتشيت كقاعدة ببيانات في كودولار هنربطها بتطبيق كودولار عشان نربط ببيانات نرفع البيانات نستقبل معها البيانات نرفع البيانات ونستقبلها تانية من الموقع اولا قاعدة ببيانات جوجل لا نستحنوش بها قاعدة ببيانات جوجل اللي هي سبريتشيت دي ممكن تستخدم كقاعدة ببيانات عالية المستوى كمان فما فيش حد يستهن به هي اه هي عمتا ان هي ماشي احسن من الفيرباز ولا اسرع منها تمام تمام ماشي بس هي يعني لا يستهن بها وتعد قاعدة ببيانات عالية وكمان ذاتها مواصفات عالية جدا وصورة رهيبة في الاستقبال البيانات وحسخ البيانات والاستجابة اللي بتحصل في قاعدة البيانات دي حسنا هتقل لي طيب اه طب ما تستهن ليا طيب عاندي اه وبعان عندي اه فيرباز اسرع وعندي السيكوال اسرع عندي قاعد ببيانات عالية استغني احسن من القاعدة ومن البيانات طبيب اقول لك على حاجة اولا القاعدة البيانات عالية دي بتكلفك واجيزة فلوس يعني بتديك كوتة معينة لو اتخطيت الكهتة ديان انت بتوصل لحاجة بعد كده يديك يغرامك بعد كده بفلوس فالقاعدة ديان بقى دي مجانية او شبه مجانية او تقيبا تقيبا هي مجانية القاعدة ديان ممكن تخزن فيها بيانات توصل لحد الفين جيجا القاعدة ديان ما شاء الله يعني فيها بيانات ممكن تخزن فيها بيانات بيانات ممكن بلدك كلها في القاعدة دي دي بتقدمها جوجل يعني ممكن تخزن فيها بيانات كتيرة جدا طيب دي اول ميزة فيها تاني ميزة فيها ان هي سريعة لا هي لا يعني هي سريعة بس لا تقدر بسرعة فارباز بس بالنسبة للبيانات اللي بتعملها هي سريعة جدا وهي بتقضي اللي انا عايزه بالزبط يعني مثلا انا عايزها باحت حاجة يجي يجي لي الرد او الرياكشن بتاعها بسرعة او يعني الرد الفعل بتاع مثلا انا كنت عايز ما انك كدت مثلا اسمي في التكست بوكس لو عايز ارفعه اول ما برفع الاسم ما بيكملش نص ربع ثانية الاستجابة جاء لك ان هو اقل من ربع ثانية كمان ان الاستجابة جاءت لك ان الاسم تحفظه كل حاجة ibilidad thought they'd believe this اللي انا عايزه اساسا يعني ان ان تنفعش كده اما لو امان انت باب wanna مشاعره لا تنفعش ان 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 ت hooked up with this which you are paying хочешь جيني قد بقى جائع ذات تابيقات الشات دة متبقى عاية جدا في قاعدة البيانات عاية صرحة عائية جدا في قاعدة البيانات حديث يريد ان ترد فعا له قاعدة الاواx مثلا الذي بيبقى عليها يوزرز ضغط عالي من المستخدمين مثلا عنده قاعدة بيانات من المستخدمين كبير جدا الله المال مستخدمون مثلا عنده 50000 مستخدمون ناشط يوميا يمكن أن يريد قاعدة بيانات عليها قليلا دة ممكن تستخدمها كمسلا عندك مدير شركة أو شركة صغيرة مثلا او انت مثلا عندك محل مثلا بتبيع اي تجارة هدوم اي بزنس انت بتعمله ممكن تقدم تعمل تطبيق بالجوجل شيتس طيب وفيه طروح ويحكمين انه سريع جدا ممكن لعلمك كمان الجوجل شيتس ممكن تغطي لخمس سلاف مستخدم يومية سريع بس ما هتستهام حقيقة يا معا هتستهينوش بيع بس كلا لجا ما عديد لي مخاتم مقدمة بس الاسفيتشيت وان شاء الله هنشوف ازاي هنربطها بالتطبيق كوديولر طيب اولا احنا هنفتح موقع كوديولر وعمل ايه التطبيق الجديد او برج التطبيق هنسميه سبريد سبريد بيز نكست نكست طيب دا وها الحاجة خلاص كده احنا اعملنا التطبيق ههو عملنا النماشروع نعمل بس نزبط بس الحاجات انا نحط التكست بوكس والحاجات اللي هنشتغل عليها نجع بس دي كاي شوية نقبع الشاشة تمام بس كده هنو بقى نحن نجيب بقى التكست بوكس تكست بوكس تكست بوكس تكست بوكس تكست بوكس تكست بوكس فين اي هو اهو هنحط مسلا اتنين تكست بوكس تمام هنسنترهم مسلا نقول له هنا ايه اه النام اه لا اه مسلا نقول له ايه انتر انتر يور ني ني تمام طيب اه بعد كده هنقول له اه التاني قل له مسلا انتر يور ايج انتر يور ايج تمام طيب هنا هنقول له مسلا لو قلنا هنا رقم لازم بقى رقم يعني ما يبفعش يبقى مسلا هيبقى هنا نمبر هنا مسلا اعادة طيب هنقول له بس سنتر سنتر للحتة ديها باشا هتلسل حتة دي كده طيب وازي نيبقى بس بطن البطن ده هيبقى اللي هو ايه اللي هيرفع البيانات لقاعدة الفير سنتر البردشيت هلو ايه اه سين سين تمام بس جدا دي اللي هنستخدمه و ايه والاداة ويب ويب كومبوننت ودي مهم جدا يا جماعة تستخدم في حال كتير جدا ايه خلاص وبعد كده هو الشغل اللي بقى هيبقى ازاي احنا هنوح على البلوكس هنعمل ايه في البلوكس هنمجايله اول نشتغل مثلا اول من زرار زر بطن وان يكليك يحصل له كليك تمام هنقول له ايه اقول له ايه الويب احنا الاول هنا هنعمل ايه هنعمل ارسال البيانات طب ايه سلب انا بتستخدم هنا ايه بلوك بوست هنعمل بوست بس قبل ما اناعمل بوست طبعا هنقول له ايه هنقول له لازما اول نازما هنا تقول له يعني خلي الويب الويب نفس الURL حق الويب URL نفسه في الاول اه سيت ويب مثلا url سيت ويب url كذا تمام تمام هنشوف بس كده تمام طبعا يا جماعة اه بعد كده هنحط بقى الURL الURL ده هنحطه في هنحط في ايه هنحط في طبعا اه الواء السكريبت بتاعنا الواء العنوان السكريبت انه السكريبت يواء السكريبت اللي هنوحد مسلا هنستخدم طبعا جوجل ابس سكريبت طبعا هنعمل يعني اول ما هنعمل السكريبت بتاع السكريبت اللي هنحطه في جوجل ابس سكريبت ونفعله نعمله ديبلاي او بست هنجيب الURL ده جوجل هيدين هنحط الURL هنا وبعد كده هنقوم جايبين البست اول ما خلص اللي بتاعدي خلص يبقى انت كده خلص جهست الجوجل ابس بعد كده هنقوم جايبين البست ده ان شاء الله هعرفكم زي البست ده بتشتغل ازاي يعني زي الوقت يعني ان شاء الله خليكم معا ان شاء الله بس بقى خلاص كده المهمة خلصت هنا نحطينا بس جوين ونحط بس شوية منت blir عدد المتتغيرات فممكن كمان تغير حاكمين با där بعدد المتغيرات المت سمن هذا من انت ممكن تعمل وهنشوف كده زي الوقت بصلا نعمل ثمة ثمان بص لما احنا نقول له احتبЕТ أعطبرا البلوكات عدد قصوم ذات شوف هننحوkov علي الاسكريبتج اولا الشيبت ده ا astrologرا مع listener موضوع ماشي كده اول حاجه انت عندك ايه هتحط هنا ي schmebt url بعد كده اول ما هتعمل الashit name افر الوقتي التحط هنا اسم الشيبت اللي انت موجود في. اه بحطي هن. طيب. ده طبعا ده كم متغير. ده متغيرين بس. اه يعني ده متغيرين. تمام? تمام. يلا بس نوع نوع بقى طيب لل ايه? للجوجل ابس. طيب. يلا بقى نوع كده. نوع جوجل ابس ايوة ان شاء الله هنا بقى هنشتغل على نعمل غيرجة. يقول لو اعملي شيت جديد كريت اه كده ايه? كريتنا شيت جديد. طيب. هنا مسا هنسمي الاسم التيبل. ليس اسمه. اسم الشيت اهو. اسمه شيت و لو انت انا عايز تضيف شيت جديد انا عايز سمي بقى المتغيرات بتاعتي متغير الدين او طبعا احنا عمدين ايه الاسكريبت ده عشان نشوها بس الاول ده خاصة بالمتغير الاول احنا نسمى name هتسمي هنا ايه name تمام تايم ده خاصة بالمتغير التاني تمام ده خاصة بالمتغير التاني او مثلا نسمى h عايز بقى انت اضيف شيتك كتير تنسخ نفس حركة دي كده كنترول c و اتنو جاي واحد و اتنو جاي بقى انت كده عملت ايه ثلاث متغيرات تمام وتسميه بواحدك انت بقى لكن احنا النهوضه هنشتغل بس على متغيرين بس اللي هو المتغير الاول اوه المتغير التاني اهو تمام تمام يلا نشتغل بقى المتغير الاول مثلا هقولها هنسميه name name تمام التاني هنسميه مثلا edge انا مثلا عايز اميز دولا عن اللي هيكتب تحتهم هنا او اللي هيكتب تحتهم هنا تمام؟ طبعا ده اسمه column اللي هو العمود ولا اسمه كده صف يعني اللي ما تتحرك افقي اللي هو horizontal يبقى انت كده بتمامل ده انت كده بتتحرك على طول الرو الرو ماشي؟ اللي هو الصف هنا لما تتحرك vertical اللي هو رأسي يبقى انت كده بتتحرك على طول column اللي هو الصف العمود التامى طيب هنا انت مثلا عايز اتميزolan انت مثلا هتقول له مثلا عايز اخلي ده مثلا الده مثلا كده اقول لهchan عايز اخلي مثلا لونه ازرق اه وعقى المسلا البولد و بقى حقم الخط اه كده 14 مسلا واقول له انت ا farther تمام؟ طائب بعد كده خلاص انا كده orkني год اسم الصف وهو اسم العمود لهو اسم العمود هنای name وهنا الانش نروح بقى عند الاسكريبت بتاعنا نروح بقى عند الاسكريبت بتاعنا او هنشوف بقى الاول هنحط هنا نروح بقى عند الاسكريبت يو ار ايل هذا هو العنوان نفسه الاسكريبت يو ار ايل هذا هو العنوان يو ار ايل هنبدو من هنا كنترول سي ونحطه في الاسكريبت يو ار ايل هو اسمه مفوض شيت يو ار ايل طيب هنا اهو شيت يو ار ايل خلاص كده يبقى كده تمام يلا بعد كده نجيب الشيت نيم الشيت نيم انت عناك اسمه ايه شيت وان انا ممكن اغيره اخليه اس ايتش مثلا اس ايتش واحد كاختصار يعنى ونجبه احناسخه كده كده اخليه الشيت او ممكن تسيبه برضو الشيت واحد وكتبه عادي بس انا بقولك الاختصار بس عشان ما يلغبطكش في الحاجات دي شيت وان تمام اهو تمام انت عندك انت خلاص المتغيرين المتغيرين وثنين اعطوا ايه? واحد نيم والثاني اتش طيب انا اخد واحد نيم كنترول سي تمام? اللي هو ده نيم كنترول سي اهنحطه هنا بلغ الان بلغ الواحد هنا كنترول هنا اتش هنا هنا كنترول سي هناخد هنا احط هنا ايه ها ال variable to كنترول V تمام وكذلك برضو كل تحت دي ولا تمام كنترول V هنا هكتبني ايه تمام اوكي احنا كده عند هنا ايه ال script كده ان شاء الله جاهز يلا ناخده كده copy كله كنترول سي ونروح عند ايه 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 اقول له مثلا try لا dismiss هقول له هنا مثلا اقول له ايه control A عشان هنحج كله انجي مسح وحط كل ده تمام خلاص اقول له هنا بقى ايه هقول له اعمل لي publish طيب اقول له publish deploy as ايه deploy as web app طيب انا عايز مثلا اقول له مثلا لو test احسمي اسم المشوبي وتعال بتاع الويب او اسمه test مثلا هسمي test تمام تمام يلا اقول له هنا مثلا لازم نقول له anyone او او ما اخير عمليها اخر واحدة anyone even anonymous تمام احي deploy اقول له ايه deploy هايجب اللي امان اصلا review هنعمل review permission يعني اديك صلاحيات انه هو يوصل لقاعدة بيانات جوجل تمام تمام خلاص اقول له اللو وكده يعتبر كده خلاص كل حاجة تمام لسه بعمل بس الوقت اهو ادلك هنا ايه url تمام طيب بعد كده هنقول له انت عندك ايه البوست اما تجي تعمل البوست بقا للسكريبت هتعمله ازاي هتقول له هنا ايه name هتقول له name اول حاجة name وانت بسمي اول واحد name يساوي تمام ويساوي ايه هنا مش هتشيش لنا حاجة بقا هتشيل ديان وتحط ايه ال name اللي عندك انت قطعه من text box 1 تمام اهو text box 1 the text text تمام بعد كده هتكون جاي شايل وحط العلامة الاول وتكون جاي ايه العلامة دي عشان العلامة وا يعني الاول متغير الاول والمتغير التاني edge بتساوي تمام انا عايز نجيب دي كمان وشيل ديان وحط هنا المتغير التاني اللي هو text box 2 كده يعتبر التطبيق جاهز وبس هنغرب بس كده معكم تطبيق بس نفتح نفتح الميليتر بس كده تطبيق و الوقت ايهو بعمل ديبلوي هروح بلا عند جوجل سكريبت او اسمي مثلا موحمد اسمي موحممد ها محمد اجي بتاعي مثلا انا عندي 25 سنة مثلا اولو sign me up ها شوف وصلت هنا تمام اهي وصلت هنا محمد والاجي بتاعي 25 تمام تمام انا بقى عايز مثلا انا عايز اخلي خط داي بقى مثلا اسمه يعني مثلا يبقى لونه مثلا حاجة تانية اخلي كله طيب انا مجي واحد واخلي شد كده كده شد كده اشد مثلا عشرين صف مثلا لحاجة وانجي ايه له مثلا لحد هنا مثلا اقوله خليلي اللون الخط مثلا اخلي اول حاجة center واخلي مثلا مثلا اخلي لونه اخدر مثلا اخلي لونه يعني مثلا رصاصي تمام رصاصي غامق شوية تمام كده مثلا اهو هيبقى كل السفول ها حد اتاكنا هيبقى نفس الكلام ده كده طب نيجرب واحد تانية مثلا نقول له مثلا اسمه واحد اسمه علي 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 وواحد اسمه ايه عنده كم سنه عنده مثلا اه اتنين عشرين سنه مثلا اقول له ايه sign me اهو بص اهو جي نفس الكلام واخد نفس ال style بتاعي اللي فوق تمام وحتى كمان ممكن يعني ايه ممكن تضيف كمان نفس الاسم اهو sign me علي بصوا يا جماعة بقى هاوليكم بس السرعة بتاعت شايفين السرعة بتاعت الاستجابه طيب هاوليكم بقى الاستجابه بتاعت ال firebase اللي ها ال spreadsheet ده حمله ازاي يعني مثلا ال web url طيب انا عايز مثلا اخد اخد اللي هو good text طبعا ال response بطلع هنا سواء انت ما تعمل post او تعمل get طيب انا واذا هعمل هنا مثلا اقوله انا عايز داخل اقول له سناك بار. سناك بار. اقول له هنا سناك بار. اقوله هنا login success. login success login success. اول ما احط هنا ايه انا مسلا اقول له اسمه ايه واحد اسمه مسلا اسمه احمد عنده مسلا اتناشا سنة تمام اقول له مسلا بعتلي كده شفته بص هي افتح كده في القاعدة كده اهو احمد شفت الاستجابه صحيحه ازاي فجما ما تستهنوش بقاعدة الجوجل شيتس جميله جدا وقاعده رائعه فما تستهنوش بجوجل شيتس خاصص ابدا وان شاء الله كده يكون نهاية الفيديو بتاعنا بالنسبه للبوست ان شاء الله في الفيديو تاني اللي تكمل الفيديو ده هيبقى ازاي تيجيب البنات ديان وتتحكم فيها يعني مسلا انا عايز اجيب مسلا الصف الاولي بس انا عايز اجيب مسلا الصف التاني انا عايز اجيب الخلية بتاعت المحمد مثلا انت عندك الخلية دي مثلا اه محمد مثلا دي انا عايز اجيب مسلا الخمسة وعشرين دي بس تمام فاهمني انا عايز مسلا اه اجيب الصف ده كله بحيث ان انا اختبره اشوف اليوزرز عندي اسمقهم ازاي عندهم اعدادهم قد ايه اجيب عدد الصفين اللي عندي قد ايه اه وان شاء الله في الفيديو الجاي هنشرح كل ده ازاي ويتعمل حاجات دي يالله السلام عليكم احمد وبركاته ان شاء الله استعملوا في الفيديو الجاي وان شكرا اشتراك واللايك مع مستر كودر اشتركوا في القناة